وارجعت لكم فيديو دي بس قبل ما ابدأ معيك الفيديو لو انت مهدمة بالنصقح بعادة التدبير بالأعمال اليدوية اتأكدين انت اشتراك للقناة وفعلت الجرس عشان تستفادي مني بكل جديد يلا بينا نروح على الفيديو بتمنى لكم مشاهدة ممتعة هنعمل النهاردة فكرة حلوة جدا للمضخ وها مالية ومن همس الوقت مش مكلفة ابدا كل اللي احنا محتاجينه محتاجة لأول قطعة كارتون مقوى زي دي هتعملي بالبرجل كده دايرتين جوه بعض لو الكارتون اللي عندك مش من النوع المكوى تقدر ان انت تعملي من النموذج دا اتنين وتمشي الخطوة دي مرتين هتمشي على حدود الدايرة اللي من بره وعلى حدود الدايرة اللي من جوه هتبقى معاك بالمنظر دا زي ما قلتلك لو هو مش من النوع المكوى هتعملي من دي اتنين هاجيب بقى شريط ستتان سواء كان عريض او رفاية زي دا وطبعا باللون اللي انت تحبيه تمام حبتدي بقى ان انا احط كده في الاول جزء من الشمع او استيليكون وحبتدي بعد كده الزق الطرف بتاع شريط ستتان وحبتدي ان انا الفه على الدايرة الكارتون دي انا بصراحة كنت عايزة اخليها مبطنة تمام اه بس انا مش متوفر عندي الاسفنج بتاع التبطين فعملتها كده عشان تكون سهلة اه وفي متناول الجميع حلف بقى اهو على الدايرة بعد كده الطرف ده هاجيب المسدس بتاع الشم او السيليكون فبتدي ان انا الزق الطرف ده عشان ما يفكش بقى مني تاني اهو كده احنا عملنا الاساس بتاعنا بتاع الفكر بعد كده هنشتغل بقى بقماش الجوخ انا طبعه من اه من على فنترست تمام من على النت من على موقع فنترست طبعه ده كزا مرة تمام يعني طبعه اتنين مش طبعه واحد بس اول حاجة فرغت الهيكل كامل من برا تمام على واحدة التاني بقى هفرغه من غير ادي اه سوري من غير رجليه ومن غير الحتة اللي هي على دماغه من فوق ده اللي هي عرف الديج ده او الحتة اللي بتبقى حمره من فوق راس الديج اهو خدت بالكم من الفكرة جت ازاي تمام ومفرغه كل التفاصيل من جوه طبعا انا مجبتش هنا دلوقت طريقة التفريغ لان احنا عملناها كتير قوي مع بعض بعد كده هجيب قطعة من قماش الجوخ وحبتدي ان انا الزقها هنا عايز اقولك لو انت بتدوري على مشروع ليكي من بيت ده مشروع مربح جدا بعد كده هبتدي ان انا الزق على الهيكل الكبير الكامل تمام كده وبعدين هجيب الهيكل اللي هو الصغير اللي من غير الرجلين من غير الحتة اللي من فوق وحبتدي ان انا الزقه على الهيكل الكبير حمشي عبد المصدد الشماء على حدود النموذج بتاعي او الهيكل بتاعي وببتدي ان انا الزقه على الهيكل الكبير الكامل اهو وينسي بتلزقي خلي بالك عشان تلزقي الرسمتين او النموذجين فوق بعض بالظبط اهو انا هنا الدايرة بتتحرك معي فانا مش حباها كده تكون بتتحرك حباها تكون تثبتة فحبتدي ان انا ايه اصبتها كده بمصدس الشم وين الناحية بردو التانية هصبتها بردو ايه بمصدس الشم بعد كده هجيب التفاصيل بقى بتاعي تبديك اللي معانا ده وحبتدي ان انا الزقها الرجلين بقوا العنين ومنقار وبقوا كل حالة بس قبل ما ابدأ اعمل الخطوات دي هبتدي ان انا اعمل ليها تعليقه كده صغيرة من فوق شريط استان تمام حطها على الحتة دي وبعدين طبعا هي كده ده ده الوجهة الامامية هتقول ايه طب لزقت التعليقه كده ازاي عشان انا هتزق بقى التفاصيل فهي كده كده مش هتبان انا بص لما لزق القطع الحمرة دي تمام بصي مش هتبان اهي فهمتو عايزين تلزقوها من وره لزقوها بس هي كده هتبقى ايه قوية اكتر بعد كده هعمل رجلي هلزق بقى الحتتين من تحت دول اهو وبعدين هلزق عيون اه العيون انا عندي الحجم الكبير والصغير بس ما انا استخدمت الحجم الكبير ما استخدمشش الصغير يعني الحجم ده اكبر من تاني بس هو مش باين في التصبير قوي بعد كده عملت المنقار والحتتين يبقوا نزليه من عند مناخير ودول هم لانهم احمر تمام اه انا كنت عايزة بصراحة عمل التعليق المدورة اللي من تحت زيب اللون من احمر بس مش توفر عندي ستان احمر فاشتعلت باللون الاسبت بعد كده بتجيبي بقى فوطة مطبخ بتنشرفي في عديك او لو انت حبها ان هي تكون اه ديكور ما ايدك ما بتروحش عندها عايزي برده اهو بصدو عملنا احلى تعليق مطبخ شكلها حلو جدا وشكلها جديد ومميز انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاع النهاردة اتمنى يا رب فكرتي تكون عجبتك لا تنسيش تعمليلي اشتراك وتفعلي الجرس لو اول مرة بتشوفوني وهو كمان تنسوش اللايك يا بنات لانه بيرفع معي الفيديو بيفرق معي جدا جدا ولا تنسونيش في تعليق حلو منكم وكومنت لوالكومنت تحت الفيديو اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ومع سلامة